موسيقى السلام عليكم هنحل لنهاردة مشكلة التكست في ويندوز 8 طيب زي ما تشافين انا لسه مسطب الويندوز على نضيف ولسه منبزله على الجهاز طيب جاي مثلا هنعمل تكست هنتح التكست وقت مثلا بالعرب كتبت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اجا سيف التكست ده لما باجا سيفه بادوز طبعا على علامة القفل تظهر لي الرسالة دي هادوز save لو ظهرت لي الرسالة دي هادوز طبعا على اوكي مع النهو خيار تاني لو دوست على cancel مش هيتحفظ فلازم هادوز على اوكي طيب جاي اتحفظ معاي لكن بقى بتفاجئ لما باجي افتحه ياللي ظهر عندي ظهر عندي علامات استفهام ملاش اي معنى طيب وكذلك اي برنامج مثلا انت حاطت فيه اللغة العربية هي ظهر لك بنفس الطريقة طيب اي حل المشكلة دي هنروح الاول على control panel هنفتحها وهنروح لو هي عندك هندوس على الكلمة دي هتختار large icon او هنختار الخيار التاني هننزل بقى من هنا هنروح على الكلمة اللي هي الريجون مثلا لو هي عندك باللغة العربية قدها معايا بالشكل الكلمة اللي هي دي او علامة الساعة ندوس على الكلمة دي هي ظهر لنا نافذة بالشكل ده طيب انا طبعا اللي تسمى مسبة الويندوز جديد ظهرتلي الشكل ده انت مثلا ممكن تلاقي عندك اي حاجة مثلا مثلا فرنسي مثلا انجليزي اي حاجة طيب اولا هتعمل اي شوف انت في اي بلد مثلا انت عايش في عمان هتروح تختار عربي عمان مثلا انت عايش في البحرين هتروح تختار عربي بحرين انت عايش في مصر هتروح تختار عربي مصر طيب هنا عندك كل اللغات العربية وبالترتيب مثلا انا مصري قاعد في البحرين اختار الكلمة عربي بحرين ومن هنا سنختار عربي وتختار المنطقة اللي انت قاعد فيها هتروح على الوكيشن نفس النظام هنا هتلاقيها اي دولة مثلا عندك فيها هنروح على تاني الخيار اللي هو الوكيشن هتختار المنطقة اللي انت قاعد فيها الدولة مناش دعوة باللغة انا مثلا قاعد في البحرين هختار بحرين طيب هنروح هنا هنروح على الخيار الثاني ده هندوس على بلاي هنختار هنا الدولة نفس الدولة اللي احنا قاعدين فيها هنختار عربي وبحرين وهنا هندوس على اوكيشن هنعمل ستارت طيب هنا افتح معي الوندوز اروح اشوف التغيير اللي حصل هامل لافط الفطوة اجيب ملافط الهيست اي كلام بالعرب شايفين وحستوا معي بتسيف من غير ما يطلح لي اي رسالة روح نشوف تاني اهو بتسيف معاني طيب احنا كده خلصنا الشر كل ما فيها هتصبط الاعدادات على المنطقة اللي انت قاعد فيها نوصلنا لنهاية الشر لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايك للمشاهدة